زينا بابيلون توصلنا لثمانية غير بعد توقيتنا في ساعتنا لولانية شكرا لكم اللي التحقتوا بينا في الاستماع في البرائم تايم على راديو ميت كلا عادة على الفريقانس بتاعنا وتفرج فينا لايف على الباش فيسبوك راديو ميت تونزي شكرا للمشاهدين الكل اللي قاعدين يتبعوا فينا على مواقع التواصل الاجتماعي سنونا نمشي وتوتسويت للغوفير دو بخاس في الغوفير دو بخاس بشنا نبدوها سوفيان المعاد بجريدة الشروق في الصفحتها لولانية تتسائل ما بين المشاريع الانقلابية وسدام السدام الشرعيات ماذا يطبخ لتونس وضبابية داخل الساحة التونسية تحيل على المشهد بلا افق واضح ولا تصور دقيق سوفيان فرحات هو مساماش افق بالكل كتشوف المنف هذا اللي عملوه الدخل فيهم سبعة ثمانية اشخاص ولا واحد فيهم عتاح الكل هم اكتفوا بالتوصيف اللي قاعدين يمشوفوا فيه عملية لا يذلع بل عملية كسر العظام ومساما حتى الية لفض النزاعات حتى القانونجية نفسهم ملقاوش واحد يقول العيس مجبدا العيس قالوا منيش مجبدا جماعي يقولوا صحبوثيقة من رئيس مجموشي صحبوثيقة من رئيس جماعي يقولوا حل البرلمان رئيس مجمشي حل البرلمان اه ولو قالوا اه اه ينطبوا من مشيشي بشي يستقيل احكاول بالعب مساء لا مسلا كما هاك يستقيل بالحكومة متاع وعاود يكون الحكومة ووقتها تبقوا الفصل اثمانية اثمائين وتسعة اثمائين وانو الحكومة الجديدة كلها تعدي الاداة اليمين قدام رئيس قال مشيشي اي وانا شكون يضمني يعملولي كما معناها علي ابن ابو طالب وعمر ابن العاص معناها واختي جاءوا في التحكيم ووقتي واحد قالوا معناها ابو موسى الاسعلي انت تتخلى وانا تتخلى ومن بعد نحكم الجمهور المسلمين واختي قال علينا تخليت جاء ابو موسى عامر ابو العاص قال لك هاو احنا وصارت معك وميته فيها الاف حصلوا مساء ماشي اشكالية شفت حتى القانونزية ما عندهم شي التصور حتى السلافة ابن عشور ولا يقول والله ماذا بهم يتلقى ولا ثلاثة ويحكوا ما بعضهم مساء مشارية الدستور هيدا اللي فرحنا انه عملنا احسن الدستور في العالم ظهر وانو دستور مفخخ وملغم وانجر عنه مشاكل كبيرة وغياب المحكمة الدستورية اللي مفروض لا يتكونت تبقا دي اه صريحة عبارة في الدستور عام بعد الدستور يعني عام الفين وخمستاش هو هو الدستور تم اصداره في سبعة عشرين جانزي الفين واربعتاش عام الفين وخمستاش كنا نعمل محكم الدستورية ما يسميش من اثناش عنصر تم انتخابوح لبل كلا روضر والسيغ اللي هي قاضية والاخرين مش موجودين لنك ماذا يتبخوا لي تونس يتبخ لها مشروع ختيل جدا متاع زوار المؤسسات وزوار الدولة كان جي تشوف انتي اه تاريخ حتى المعاصر انت بعض الدول كانت شوفي غوزلافيا سابقا كيفش تفكت فيها ستة دول طلعوا ستة نشط ضعاف لها داس كل دولة هما اللي داخلوا بلد شحارب الهلية وتفكت غوزلافيا ولد ثم ستة دول يعني ديوما مقدونيا والبوسنى والهلسك وكرواتيا وسلوفانيا وسلوفونيا وهلو. آآ ستة دول ومتسارعين فيهم بين. آآ فيهم اللي داخل اتحاد الاوروبي اغلبهم لكن آآ معناها ثم تطول لا متكافأ بلات من ومتاخو بوثنى والهرج كل اخو السلوفيني آآ جوز عوارم كانك بريز وفرنسا ومعلي مثل آآ كذاني كان لوبلين وقت كان كان ثمه مرجعيات كان ثمه قليات لحصم النزاعات وقت طلعوا ناس اضعاف في لوبلين دخلت لوبلين في دواما متحارب الهلية دامت خمسة سنة ثم اتى رجل جامع اللي هو آآ المرحوم آآ شهيد آآ الحريري آآ معناها كان آآ رجل دولة واجب فلوس وعمل شركة سوريدال وعود لوبلين داونتاون وعمل مشاريع للشعاد الصناع للمسيحيين وغيرو عودوا آآ بناء اتفاق الطائف على اساس يعادة بناء في آآ لوبلين آآ الاشكالية توا هي آآ في تونس مثلما الشخصية جمعا مثلما الشخصية عندها مشروعية كبرى ثم صراع هويات حزبية لكن كل واحد مخوا لقشة والمشهد السياسي هو نفسه حتى اللي يقولوا بدل نظام سياسي ولا عمل انتخابات سابقة لأوانها اي بشيلوا نفسه سياسيين وبشيلوا نفس التشكيلة الفوسيفوساء المدمرة لمزايكة كلتي اللي موجودة توا هذي اشكالية حق كبيرة آآ بش نعنشوها خلى وانو اليوم البرلمان ولا آآ معناعياته زياته وابواق وسبين وسبين موذال وحاجات كما هكا والحق نحب نشيل في نفس المسا في في المقال سما في سعود في سعود في نزول هذي اللي بليك يعملوها البورسة السياسية في جهة الشهر وليا ما حاتين في سعود طبلوبي وفي المنزول سيوسر الديلي سيوسر الديلي برح اعتدار الصحفي هو رئيس لجنة تنظيم الادارة وشبه القوات الحاملة للسلاح كان ثم وزيلة مكلفة وظيفة العمومية جاء منع صحفيين قلبية تستجوبون لما تدخلوش هو انفات آآ حق الحرية التعليم مش يهمش صحفيين لو يهم الشعب معناها الصحفيين المهم الا دميدياتور معناها هو وسيلة كما يقولوا ليسال معلومة للناس الحق في المعلومة هو المقدس وصحفيين هما الادات الاساسية لتمليل المعلومة من السلطة الى شعب من الشعب للسلطة معناها هما همستوسط بين الاثنين الحب نقول لنا السهتاء اللي عاملونه هذو قالهم عاملوا لانتلفيو قال لك عليه معناك الجهب ذلك الفيلسوف الكبير ولك صاحب النظريات لك يعني اطلب طعب بوليس مكسر رجع له معناه وبداي يمنع في الصحفيين الحق موقف كان موشين جدا اه اكيد ما شفش موقف من قاب صحفيين شفت الايكاء مادة تغيره الملع الاخرى صحفي اه حكينا البالح على سمه المذيوب بجين الصحفي قلو صول هيدا ما تساورش ولا هو مخرج ولا هو العيس تهلي وشفنا طوى معناها كيفاش البالح معناها مالسيوس اللي ادالي وشفنا حتى السلعات طوى الموجودة اه ما بين بعض الصحفيين وزمالة صحفيين وامنيين وغيره اللي حتى كريتان تلفيو الامني اليوم يقول اه ما همليش في الامنيين لو خلينش يقولوا رصم امني في صفاقص جاي قال هؤلاء يقاوا بلوتو الصحفيين وقال هذوما اه مرحدين وهذوما اه يحبوا فزدوا الاسلام متاعنا يعني راجل يحكي كانوا داعشي يعني حد سوى لنا الامني هذا يكا نشد داعشي يعملوا بخبيه وشفت التدوينات متاعه وراجل في اقصر يمين كيفش منظومة الامنية تقبل وانو عنده تدوينات كما هاك انتي صحفي في باب المؤسسات التعالمية تحتلهم نفسها يجي حسبك على تدويناتك في الفيسبوك يقول لك من فضل كنت تخدم في البي بي سي ولا في كذي ما تهبط ليش حاجات كما هاك انتي محسوب علينا كما بالرغزان في اللي كنت لعمت على ديو فيزويل حتى شكلك قلوا كان اخذيتك على شكلك كانش من تياسل وانظر تياسل ولا والي تتسهل ياسل والي تبحوق في عينيك ولا غير بيساعدينش تقعب في اللي كنت خعب مولودين يعني فما بالك اذا كان معناها اليوم يوصل الامني يقول هؤلاء قوم الوت هؤلاء مثليين هؤلاء خوانة آآ هامجتكم وانبعد يجيك امني اخر يقول كلا مهمنيش كل واحد يضرب على صلح بلده وكل امني هاو البدح ليس حكومة اجتمع مع مجموعة من نقابات الامنية وانا من هذا الفكرة يقال هلاء الجمهورية وانو الجمع الكل في نقابة واحدة بها اذا كان امني يوصل يقول هك ملا شو نقوله شو من حال تحارب الدواش وشو تحارب الهيب وشنو كذي ونس كل سكتة الا اه اللي حكينا عليها الجمعة اللي فاتت الهيئة والقارن التعذيب واكا هاي كلابة التنسية دفاع كخير الانسان عملوا موقف البره نس كل سكتة والناس يحظوا على الالهاب ويدفع على الالهاب وغيرو يمنعوا الان لانو كتلة اه كلامة كتلة الالهاب لو بصراحة ومدافعين الالهاب والالهابيين اختصاصهم بالعافيس بهذاية البدالي بمخلوف امتاع مدينهم كتلة معناها تدافع الالهاب بيصراح العبارة في بلاد اخرى ممنوع انك اه تكون عندك التواجد اذا كانت تبلغ في الالهاب مانا بلغ في المانيا اطوى ودفع لبع النازية ثم بلدين ما عنديك حق دفع شوية فيها ممنوع تكون حزب عقائدي شوية انا نقول اللي ما يتبخ نصول الان هو صعود اقدام يمكن يؤديوا البلد الى متى هدكو بلا دايارو بديت تشوف انت في الخطاب متاع السياسيين تانا يهدوا فينا بحرب هلايه شو سامري خليفي قال لك عليه هو انجرون انتروبولوغ ولا انجرون سوسيولوغ اللي يعرف الواحد وقال كاد ما نعنوش هكا شوفش الحرب هلايه وليت سهلة الغنوشي نفسه مرتين وثلاثة يقول كما انت فقوش وصل الحرب هلايه يعني يا نبقى واحدة يا نهدوكم بزوال الجسدي بالحرب الاهلية زيادة على تدخل كلهم اللي في المسعدة الان مدخلة قوى اجرابية وموجودة ذكا في المايقات مش محلية واكلمية قادة تلعب اليوم سامة لافز عربية تسعين في المياه خلي قلو سبعين في المياه ما التغطية بتاعهم اليومي هو اللي من ساتويتون وليس كل ما تدوجه هلا ما قتل هذو عن امارات خليل نكره بكل صراح سراع قتلوا الامارات وقبل كان سراع السعودية والاا والاا وايران مم مم قصة وانبعد صار سراع السعودية وتوى سراع محور التلكي القتري من جهة والاماراتي السعودي المصري من جهة اخرى هذي موجود في العالم العربي كل واحد يضرب على صالح بلاده انا ما نلومش عن انسان اللي يدافع على مصالح بلاده اما نلوم عن انسان اللي يقول يقومي ويقول يهدوك ويقول يعمي ويخدم انجن دات الخالف مهما كان واضح وليني نحكيه كل يوم على الفوضى معاد الشريف هو العلوان متع الارتيكل في الشروق ماذا يطبخ في تونس قولك شنو قولك فطور تحرق في تونس عرفت عبارة نحنا قاعدين في دار ونستانيه في الفطور بعيدة ولطفة لنا اه عن الكوبيد مش موج نستانيه في الفطور والفطور تحرق عنده مدة هذا اللي اه ساير اه في تونس البارح خاصة البارح بعد اللي اه نجم قوله براد فارم بتاع رئيس الجمهورية اللي قلنا ممكن نهارة الاربعة يقبلهم الى اليمين لكن موقفه كان واضح واتمسك به وعبر عن رفضه اه الى استقبال الوزراء لاداء اليمين وقال انا الكلمتي قلتها وهذا اه وشوفنا ايه لقاعد اه لقاعد هز للنجم قوله للمسألة حتى او الحاجة مشيش اه في اه في كوا معانتها تو عنا عزلة متاع رئيس حكومة وعنا عزلة متاع رئيس جمهورية خلينا اكونوا واضحين ولو انه رئيس الجمهورية عنده لطوم متاع اه متاع المريدين متاعه مازال يستعمل فيها قطرة قطرة عنده رصيد مزال رصيد نقص لكن مزال لانه يصرف منه كما اه نقوله وقاعد كما البارح يرمي لهم كلمة الزقافون ويرمي لك هاجة يدور حاجة والناس تحكي عليها يدور حاجة في الفيسبوك ايه اه 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 اولا محال اغسام انتقام السياسة من من جزال التربة احنا حكينا على المعاليك في اه 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 يسير تلقى فيه من هاملوحد اما هاكي راجع تلقى infectious لل系 criticize لو الناس يقولوا ايه اذا يقافونا اه اه طابة نرجو لبعد كاذب صفيان اه قولك الفطور تحرق في تونس مع عاش تتبخ في حد شاي مع التالفطور كيتحرق مع عاش اه يتاكل وهذا اللي اللي شفناه اه خاصة بعد القرار متاع رئيس الجمهورية ولا الموقف طي رئيس الجمهورية اللي اعلن عليه البارح. بالنسبة اللي في نزول يسري ديري ولا يشوف هو رئيس لجنة. لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة. رئيس سلاح. هو رئيس لجنة. مع انت اللجنة ما هيش متاعه. هو صحيح رئيس لجنة لكن اللجنة ما هيش متاعه. عنده معها عضاء. وحسب القانون حصل فصل ستة وسبعين من النظام الداخل للبرلمان. شي يقول لنا الفصل ستة وسبعين. باش الناس اللي تسمع فينا وكجماعة اتلاف كرام قبل ما يبدأوا يسبوه. ماذا بنا يسمع الفصل ستة وسبعين في القانون. كان يحبون يحترموا القانون ولا حاجة اخرى. باش يبدأوا يسبوه. يقول الفصل جلسات اللي جان علانية وللجنة ان تقرر سرية جلستها باغلبية اعضاءها. معنى اخراج الصحفيين وقرار سرية اللجنة يتطلب قرار اغلبية اعضاء اللجنة وليس مرتبطا بمزاج رئيسه. هذا آآ الكلم في بالي واضح. معنى انت السيد اللي آآ هو ككتلة مقاطعين الاعلام والقرار من نقاب الوطنيين الصحفين التونسيين قررت المقاطعة متاعه. وشوف انا ما نشبع حكية مقاطعة ولا مش مقاطعة. موضوع مش غاتي. الموضوع انتم عندكم آآ هما انت لايف كرام. وحنا زادها حطونا تصورنا ويسيبوا فينا. وغملينا نحنا منيش ظلمينا. هم احرق. يحطوا اللي يحبوا. ثم تسيبوا في الاعلام. اختاروا طيو كيفاش تحبوا الاعلام. طيو شو معنى انت تعطيني اه اه يجي وخوذي عندي مني ديكلاراسيون سيناو ما تدخلوش لل للجلسة. هذا معنى انت فيه قمع لحرية التعبير. فيه تجاوز واخلال بقانون المجلس القانون الداخلي للبرلمان التونسي. وفيه عدم اعتراف باللي ساير. بالعدم اعتراف بالبرلمان. معنى بالثقافة البرلمانية. معنى بالعمل البرلماني. يلوموا على عبير موسي اللي هي قاعدة تعطيه في المجلس. حتى هذي تعطيه في المجلس. وهذه تظهر الثقافة انه بتاع عدم القبول بالاخر. في بعد انتهى وما تقبلنش بحرية التعبير. للاسف هذي من هوي? في المجلس. هذي ممثلين للشعب اللي ناس ان انتخبتهم. نحن كصحفيين. شوف. يحبوا يقولوا يهون يسبوهم كل يوم يقوموا الصباح يعطيهم الصاحة يعادلوا ويعملوا عمروا الفيقة بيش يقوموا يسبو شوية بعد يعود يرجع الرقد وبعد يعود ويمشو. اما نحن كصحفيين عنا اه وظيفة وعنا اه وعنا مبادئ نمشيوا عليها اللي اه خرق القانون. نقولوا سيد هذا خرق القانون. اللي سيد هذا عمل تجاوزات. نقولوا سيد هذا عمل تجاوزات. وكان ما عملش تجاوزات. يتفضلوا يجاوبونا. ما يستيلش على كلمنا. نحن ننظلموا هذة. احنا لا يهمنا لا فيهم لا في غيرهم. هذي الحاجة يزموا ما يفهموها. لكن زادة ما ننساوش. انه البلاد هذي كما قال يطبخ في تونس. الفطور تحرق في تونس. وهو موين ماشين. بعد فيش كون مش يحكموا. او لجنة. هذة لجنة راي. ما ما نعاش اشغالها تخدمتها. وشنو اللي عملته اللجنة تذي اللي بتالح حامل السلاح. شوف ناشي قوانين وشوف ناشي مشاريع قوانين تم آآ عرضها. شوف. هذة هو البلوكاج لهذه. آآ 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 اليوم آآ 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 آآ